وكان بايدن على أبواب أن يقوم بأكبر اتفاق تاريخي وكان سيدخل به التاريخ وهو التطبيع المعلن ما بين السعودية وإسرائيل وذلك بايدن لما خرج أمس حتى أمس ومنذ السابع من أكتوبر هو يقول في هذا الكلام يقول بأن الإرهابيين الفلسطينيين حماس ومن معها هدفهم الرئيسي مما قاموا به في سبع أكتوبر هو الضرب التطبيع في المنطقة الذي كان على أبواب أن يتحقق ما بين السعودية وإسرائيل ونحن نعرف أنه إذا كان توقع إذا وقع الاتفاقية بين السعودية وإسرائيل وتبادل الصفراء فإن هناك عدد كبير من البلدان الإسلامية كانت ستفعل نفس الشيء وهذا صحيح خاصة بلد مثل بنغلاديش بلد مثل ماليزيا أندونيسيا سنغفورة يعني بلدان مسلمة أو فيها قليات مسلمة أو إلى آخر وإن كان سنغفور ربما بعدها ربما بلدان أخرى ولذلك هو لديه بايدن شخصيا يشعر بأن لديه انتقام شخصي من هؤلاء الذين أفسدوا وأبطلوا تلك الصفقة العظمى وهي توقيع التطبيع ما بين السعودية وإسرائيل تطبيع عمليا موجود لكن كانوا يحتاجوا تطبيع سورونال رسمي محت يحتفون به ويظهرونه خاصة وهو في الأشهر الأخيرة الآن للانتخابات يظهره وكان التحضير بالمناسبة أن يتم قبل الصيف القادم لهو يجي قبل شهرين أو ثلاثة من الانتخابات فيظهر بايدن بأنه حقق أعظم شيء للولايات المتحدة لأن التطبيع ما بين إسرائيل والسعودية هو مصلحة أمريكية أولى لماذا؟ لأن المصالح الأمريكية هي أربع مصالح في منطقة الشرق الأوسط المصلحة الأولى الحفاظ على الكيال الإسرائيلي حفاظا يتفوق فيه على كل مجاوريه في كل شيء خاصة في السلاح والتكنولوجيا المصلحة الثانية هي البترول وحماية البترول تحت أي ظرف كان وهنا تدخل حماية للدول الخليجية والقواعد العسكرية إلى آخر المصلحة الثالثة هي الممرات البحرية باب المندب، قناة السويس، البحر الأحمر، بحر اللي يسمونه بحر العرب أو الخليج الفارسي وما جاورهما لأن تلك المنطقة تقع في قلب العالم وفي قلب التجارة العالمية إذن حماية الممرات التجارة الدولية وأضيف منذ سنوات خاصة بعد الـ 2001 أضيفت مصلحة رابعة كانت كاينة هذه المصالح الكبرى للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط أضيفت مصلحة رابعة وهو أن لا يقوم أي نظام شرعي شعبي ديمقراطي إذا شئنا في المنطق لأن ذلك يهدد المصالح الأمريكية وأن تظل المنطقة محكومة من طرف أسر ملكية وأسر عسكرية أسر ملكية جات من الأخر وقالت نحن الأسر هذه خير من يسعى بنا قدم وينتقل الحكم بحكم مطفى التي تنتقل من الأب إلى الأب وأسر عسكرية جاءت وقالت الدبابة عليها نحيا وعليها نموت وعليها ننقل إلى المقابر هذه هي حقيقة الأمر والولايات المتحدة تدعم هذا الوضع إذن هذه الأربع مصالح هذه الأربع مصالح الكبرى كان الاتفاق اتفاقات الأبرامس كما يسموها الإبراهيمية وهو كانت ستضم لها السعودية وتصبح هي الأهم في هذه الاتفاقات تعطي لإسرائيل إدارة المنطقة بشراكة سعودية مصرية إماراتية تخدم الكريان الإسرائيلي ومن خلاله الإمبراطورية الأمريكية وعموماً المسالح الغربية 7 أكتوبر هدمت هذا ولذلك بايدن انتقل من الولايات المتحدة إلى تل أبيب وقال له نتنياهو إنك تأتيننا أول مرة يأتيننا رئيس أمريكا ونحن في حالة حرب حالة حرب مع من مع إيران لا مع تركيا لا مع مصر حتى لا مع السعودية حتى لا مع مجرد مواطنين أنشأوا منظمة يدافعون عن أنفسهم ويقاومون من أجل الحرية لذلك القوة الغربية على رأس الولايات المتحدة تركت تقريباً 80% حتى لا نقول 90% من القضايا الدولية وراحت تركز على هذا الموضوع وتقول في البداية كان يقولون كل يوم يصرحوا لإسرائيل حق في الدفاع عن أنفسهم عن نفسها لإسرائيل حق في الدفاع عن نفسهم بالرغم من أن كبار مسؤولين في حق الإنسان خرجوا وقالوا ليس لدولة الاحتلال الحق في الدفاع عن نفسها إنما هذا الحق يكون لها فقط في حين ما واجه الدول المستقلة مثلها أما عندما تواجه شعب محتل وتحتلوا فإن الحق في الدفاع عن نفسه هو للشعب المحتل وليس لقوة الاحتلال هذا هو القانون الدولي